هذا ونعت منظمات نقيمية ودولية فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رحمه الله معربة عن خالص تعازيها وأصدق مواساتها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا العربي بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا هذه الجمعة الثالث عشر من مايو داعينا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته كما نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة وأتقدم الأمين العام للمنظمة معالي حسين إبراهيم طاها بخالص تعازيه وأصدق مواساته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا وللأمة الإسلامية جمعا وقال إن رحيله يمثل خسارة كبيرة فقد كان رحمه الله أحد أبرز القادة الحكماء في العالم ونعى مجلس حكماء المسلمين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة بعد رحلة زاخرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه وأمته والإنسانية ونعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور يهيئات الإفتاء في العالم إلى الأمة الإسلامية والعربية وشعب دولة الإمارات المغفورة له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة وأعرب مفتي مصر عن خالص العزاء وصادق المواسى لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا سائلنا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وقال إن المغفورة له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد قدم خدمات جليلة للأمتين العربية والإسلامية وكان في خدمة الإسلام والمسلمين ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا طواضرس الثاني الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان وأشارت إلى أن المغفورة له بإذن الله رحل عن عالمنا بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الإمارات وكان خير خلف لخير سلف كما نعت عدة منظمات عربية واتحادات عربية المغفورة له الشيخ خليفة بن زايد وقال اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان إن الشيخ خليفة بن زايد رحل عن عالمنا بعدما حقق الكثير من الإنجازات لدولة الإمارات وللأمتين العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر